تعيين المبعوث النمساوي يعني السفير السابق لدى تركيا ومصر كريستيان بيرغر كيف تقرأ هذا الموضوع أن هذا التطور أن أوروبا خاصة إيطاليا النمسا تدعو إضافة لسماء الدول الأوروبية أخرى من بينها اليونان يعني بقلوا لك بدنا نحاول نعيد دراسة جدوى العقوبات الموجودة على النظام السوري تحييده من المشهد السياسي وتوصلوا أخيرا بعد ضغوط ومشاورات أعتقد يعني من أكثر من عامين تقريبا أنه تقرر تعيين مبعوث خاصة لسوريا فجل السور الديمقراطية كيف يقرأ هذا التطور يعني وما هي مآلاته أولا في السياسة لا شيء ثابت هناك متغيرات كثيرة ويمكن للخصوم أن يلتقوا ويمكن للمتحاربين أن يتفاوضوا ويصلوا إلى حلول بالنسبة لأوروبا أخذت موقف مع الثورة السورية مع الشعب السوري أمام مشروع استبدادي ونظام متغول ومارس أقبح الأعمال مع شعبه بالذات هذا الموقف إنساني لكن مع مرور الوقت تغيرت أحوال كثيرة وبدأت كثير من الدول تفكر بأن هذا النظام إزالته لا تعني شيئا بالنسبة لهم بعد أن لم يجدوا البديل وبالتالي صاروا يتعاملون مع الأمر الواقع بما فيهم الدول العربية التي بحثت في مسألة التطبيع وإعادة العلاقات وكذلك الدول الأوروبية وزير الخارجي النبساوي صرح أكثر من مرة وقال أنه فعلا يعني على ما يبدو لا يوجد أمل أو طريقة أو لا يوجد وقائع تشير إلى أنه فعلا تغيير أو تنحي بشار الأسد عن منصبه هذا كلام تم تكراره عدة مرات فبالتالي لابد من اللجوء إلى حلول أخرى وهي فقط للتعامل مع قضية اللاجئين نعم هناك ما نفكر بالتعامل مع قضية اللاجئين وهناك ما نفكر بقضية التعامل مع المحيط الإقليمي لسوريا حيث أن سوريا أصبحت بؤرة لتحريك القضايا التي لا تقبل دوليا يعني مثلا مرور السلاح إلى حزب الله الكبتاقون وتحريب المخدرات هذه وقضية اللاجئين قضية اللاجئين لا تمس فقط أوروبا هناك الأردن هناك اللبنان هناك تركيا ونح لاحظنا الإنقلاب التركي بسبب قضية اللاجئين هناك صراع داخلي في مسألة الانتخابات أدت إلى أن اللاجئين أصبحوا هم الورقة للمساومة في لعبة الانتخابات وبالتالي هذا حديث متحرك وكل الدول من حقها أن تفكر بمصالحها عندما لم تجد أن مصلحتها في إزاحة النظام خاصة وأنها لا تفكر بتغييره بالقوة ولم تفكر منذ البداية وحتى القراءة 2254 ترك فرصة للحكومة السورية أن يكون جزءا من المفاوضات وشاركت الحكومة عبر جينيف أو عبر أستانا في هذه المفاوضات إذن المسألة ليست مسألة عناد وليست مسألة رغبة كما يرغب المعارض السوري يريد للعالم أن يتحرك المعارض السوري بحد ذاته الذي مثل الثورة لم يمثلها بالمعنى الصحيح ليحمل الرأي ويستطيع التغيير من الداخل هو أصبح عبئا على الدول التي رعته واعترفت به وبالتالي صار هناك من تفكير بالحل وأعتقد أن الحل الدبلوماسي سوف يضع في النظام أكثر مما يكون الحال الذي هو عليه وهو يستقوي مرة بالروسي ومرة بالإيراني ومرة بالإرهابيين القادمين من أنحاء العالم لديه ويعتمد عليهم ثم مسألة تهريب المخدرات التي أصبحت عبئا دوليا فهذه مسائل يمكن حصارها إذا تم وجود دبلوماسية دولية وعربية وبالتدرج أعتقد أن إعادة النظام إلى الحضيرة تعني أيضا أن ما جرى في سوريا لن يعود بعودة النظام إلى حضيرة الدبلوماسية الدولية لأن الذين تمردوا في لحظة ما لن يعودوا إلى حضن النظام سوف يطالبون بحقوقهم التي أيضا سيتبناها الأوروبي والأمريكي وبقية دول العالم ضمن القرار 2254 وآليات تنفيذه